موسيقى موسيقى السلام عليكم الرحمن الرحيم الأخوة زملاء محامي مصر الزميلات والزملاء العزاء من الوطن العربي وإفريقيا أبناء العزاء من شباب المحامين تحياتي إليكم جميعا نلتقي اليوم إن شاء الله في حلقة هامة جدا وأهميتها في إحداث الملكة والفكر القانوني لضاح الخيط الرفيع الذي دائما نؤكد عليه في التفرقة بين الحالات المتشابهة فيها القانون وهلقة اليوم إن شاء الله تدور حول المقرنة بين عدم قبول الدعوة ورفض الدعوة وفي مفهوم ذلك ما تعودنا نتحدث حيث يكون قبول الدعوة هو الطريق الذي يؤدي إلى إنهاء أي منازعة قانونية وفي ذلك الإطار نفرق بين شقين لابد أن يكمل أحدهما الآخر حيث الشق الأول يرتبط بالشكل القانوني لأي دعوة قضائية والذي بعد إتمامه تقضي المحكمة فيها الشق الثاني وهو موضوع الدعوة إذن في أي دعوة قضائية لابد من شقين شق شكلي وشق موضوعي الشق الشكلي هو ما يتعلق بالصفة والمصلحة فيها الدعوة مع توفر الإجراءات فيها الإطار الشكلي وفق الشروط القانونية لأي دعوة وهناك من الشروط ما هو مرتبط بصفة ومصلحة رافع الدعوة وهناك شروط من النظام العام مثل الاقتصاص سواء النوعي أو القيمي فإذا توفرت الشروط الشكلية الذي اشترتها القانون وفي كل دعوة أصبحت مقبولة شكلا ومن ثم تنتقل المحكمة إلى بحث موضوع الدعوة ومن هنا ننتقل إلى الشق الثاني ألا هو الشق الموضوعي وهو ما تحقق تتحقق منه المحكمة من أحقية المدعي في طلباته من عدو وفق فحصها للدعوة وللطاعة لمستندات الخصوم أو ما ورد بها من تقرير خبير إن كان أو ما تم من استجواب لأي من الخصوم حول نقاط الدعوة أو التحقيق بسمع شهود طرفية تداعي لتستدل المحكمة في ذلك على حق المدعي في الدعوة لتقضي بالطلبات المبدعة في صحيفة الدعوة وفق توافقها مع ما استقرت إليها عقيدة المحكمة في حقية المدعي فيها والقضاء له بالطلبات أو تقضي برافق الدعوة ومن هنا نخلص إلى أنه عدم قبول الدعوة مرتبط بتوافر على صرها الشكلية التي يتطلبها القانون من عدم وهناك من الدفوع التي يقدمها الخصم للمحكمة مثل الدفع بعدم توافر الصفة أو المصلحة وهناك من الدفوع التي يجوز المحكمة التعرض لها دون دفع من الخصوم وتلك التي تتعلق بالنظام العام مثل الاقتصاص قبول الدعوة شكلا مرتبط بالقبول موضوعا وفي هذا نقول أنه طالما كانت الدعوة مقبولة شكلا وفق الشروط القانونية وتحققت المحكمة منها موضوعا فقد أصبح الحكم قبول الدعوة أو قبولها شكلا ورفضها موضوعا حسب الأحوال طالما اقتنع تعقيدة المحكمة بذلك وبالتالي فإنه قد تقبل المحكمة الدعوة شكلا لتوافر على صرع الشكلية التي اشترطها القانون وترفض موضوعا وفق استنتاجها لحقية رفع الدعوة في الطلبات الموضوعية من عدمه وفق تقدير المحكمة لموضوع الدعوة بعد اطلاع على مستندتها وتحقيق عناصرها الموضوعية للوقوف على حق الطرفين فيها ومن هنا يتضح الفرق بين قبول الدعوة شكلا أو عدم قبولها وبين قبولها أو رفضها موضوعا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر